مومو يقتر الشمع على العلالي والأخير يذكره بأحلامه في الماضي أزمة جديدة عرفها المشهد الإعلامي بطلها كل من نجم القناة الثانية رشيد العلالي ونجم هيت راديو محمد بصفيحة المعروف بمومو واندلعت خلال الساعات المادية حرب ومشدات كلامية بين الطرفين عقب عرض برنامج رشيد شو لحلقة الفنانين ريم فيكري وسليم كرافاتا ونشر مومو عبر خاصية القصص القصيرة بحسبه الرسمي بموقع انستجرام مقطع فيديو يقتر فيه الشمع على مواطنه رشيد العلالي مستعملا عبارات غير لائقة وبدوره تفاعل العلالي مع رسالة مومو المشفرة عبر ذات المنصة حيث قام بنشر كذلك مقطع فيديو يوتق من خلاله لحظة حديث بصفيحة عن حلمه خلال استضافته في إحدى حلقات رشيد شو أرفقه بتعليق جاء فيه أي واحد من حقه يحلم سنة 2014 موضيفا وخدوه عشر سنين وما تحقوش الحلم ما تفقدوش الأمل ورد مومو على العلالي بطريقة صاخرة قائلا مهدرت شعليك لأنه ما كانت فرش فيك ولكن كنت حط معك في التلفازة غاد ينطحنك في المستوى وفي السيل وفي كل شي أجدر بالذكر أن آراء النشطة بمنصة تواصل الاجتماعين قسمت بين مؤيد لمومو ومساند للعلالي ومستنكر للمستوى الذي وصل إليه الخلاف بين الطرفين حرب ومشادات كلامية بين إيلي بنت ستاتي وريم فكري انتلعت أزمة كبيرة بين كل من الفنانة إلهام العرباوي الشهيرة ببنت ستاتي والفنانة ريم فكري عقب تصريح الأخيرة خلال حلولها ضيفة على برنامج رشيد شو بأنها ترفض الغناء مع إيلي لترد إلهام الساتي بدورها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام شكون قال لك أنا قبل أن دير معك ديو وما تخليش شهرة تغيرك على الناس اللي وقفت معك في البداية ديالك وش ديت بدك وسانتك ووصلت المتحدثة ذاتها قائلة ما تخليش شهرة تبتلك وهاتش اللي انتي فيه دفا أنا عشت في 2018 أنا أول بنت دخلت على مراب وجدير بالذكر أن تصريحات ريم فكري حول بنت ستاتي جرت عليها موجة من الانتقادات حيث اعتبر العديد من النشطة أن الطريقة التي تحدثت بها عن زميلتها في الميدان غير مقبولة إليسا تتعارض لواب من الانتقادات بسبب إطلالتها الجريئة في السعودية تعرضت النجمة اللبنانية إليسا لواب من الانتقادات بسبب إطلالتها في حفل غنائي بمهرجان ميدل بيست ساوند ستورم المقام بالرياض بالمملكة العربية السعودية واعتبر العديد من النشطة أن اعتماد إليسا على بدل جريئة أمر غير مقبول ولا يتناسب مع عادات وتقاليد السعودية ويأتي هذا الحفل ضمن فعالية موسم الرياض وسط مشاركات نخبة من النجوم العالميين لأول مرة منهم مغني الراب ترافي سكوت والفنان عمرو دياب برعاية المستشار تركي الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية